اهلا بكم مشاهدينا الى حلقة جديدة من بتوقيت مصر نناقش فيها سبل ضبط اسعار السلع بعد تعويم الجنين ونسلط الضوء على اوضاع نحو نصف مليون سوداني دخلوا مصر منذ بدء النزاع الحالي ونتابع التحديات ايضا امام الطلاب دارسين في الخارج ابقوا معنا اشتركوا في القناة قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي انه لا يوجد اي عزر لاستمرار ارتفاع الاسعار واشار مدبولي خلال اجتماع لجنة ضبط الاسواق واسعار السلع الى ان المواطن عانى خلال الفترة الاخيرة من ارتفاعات في الاسعار مشيرا الى ان ذلك يجب ان يتغير عاقب توافر الدولار وانخفاض سعره عن سعر السوق الموازية تنضم الينا من القاهرة حنان الغزالي نائب رئيس جماعيات مواطنون ضد الغلاء برحب بك يا سيد حنان يعني يمكن الناس في الشارع خلال الفترة الاخيرة مع الهاش غير سؤال واحد ليه الاسعار مش بتنخفض رغم الانخفاض الكبير في سعر الدولار قياسا بالشهور الماضية وكان فيه مطالبات للحكومة انها تشوف ايه سبب هذا الامر لكن واضح ان رئيس الوزراء ايضا مستغرب زي المواطنين بالزبط هو كمان مستغرب انه الاسعار مش بتنزل طيب مين اللي ممكن يتدخل في الموضوع طبعا مفيش حد هيتدخل في الموضوع ده غير الدولة الدولة اللي هي سهلت الموضوع وزبطت الدولارات اللي ممكن تخلي عملية استيراد السلع واللي كان قبل كده بيتحججوا ان الدولار عالي والكلام ده والتجاري بيتحججوا بالحكة دي وبيعلوا الاسعار فدلوقتي خلاص الناس يعني كل تركيزها متابعة خطوة بخطوة الدولار بقى بكام التدفقات النقدية اللي دخلت التعويم الدولار بقى سوداء زي في البنك فبالاضافة الى قرار رئيس الوزراء يعني اسعد الناس كتير جدا اسعد الشعب كله انه هو خلاص احنا كده هنبدأ خطوات تخفيض الاسعار هنحس بما حدثت في الفترة السابقة وده ان شاء الله هيبقى على ارض الواقع بس ما حصلش تعهد يعني يمكن حتى تفصيحات رئيس الوزراء ما قالش ان احنا هنتدخل لضط الاسعار هو بيقول ان ما فيش مبرر لهذا الارتفاع وان المواطن يجب ان يشعر بكذا وكأنه بيرمي الموضوع في يعني ما او بيرمي الكرة في ملعب التجار وملعب السوق هو اللي حدد هل ده معنا ان الحكومة ما عندهاش ادوات وصلاحيات ان هي تتدخل في هذا الامر لا يجب على الحكومة انها تتدخل عشان تتابع الاعفاءات الجمهورية اللي منحتها للمستوردين هل هيخدوها عشان يحطوها هم في ديوبهم ويفضل الاسعار عالية زي ما هي ولا لا ده من حق المستهلكين على الدولة يعني الدولة احنا ما صدقنا فرحنا حسينا الدولة حاسة بالمصري حاسة بالشعب حاسة بالمواطن والغلاء اللي عايش فيه بقاله فترة غريبة جدا اسعار بترتفع الدولار يرتفع الاسعار تتخطى الدولار ينخفض الاسعار زي ما هي لا ترى ولا تسمع ولا تتكلم زي ما هي فدلوقتي ما صدقنا مش معقول ما لا اعتقد تماما ان بعد ما الدولة اعطى معالي دولة رئيس الوزراء اعطى هذا القرار بفكرة انه التجار هيخفض الاسعار المفروض بعد هذه التصريحات الجميلة والاعفاءات اللي اتعاملت دي مش معقول التجار هيخلفه ولو خلفوا التجار هذا القرار او فضلوا على زي ما هم في الاسعار مرتفعة هيحصل تضخم والتضخم ده هيعود بالسلب على التجار والمستهلكين والمستوردين فيعني مش من مصلحة حد انهم يفضلوا عاديين الاسعار عالية وبعد كده اللي لم تراقب الحكومة فالمستهلك بيراقب كل يوم ربط الاسرة البسيطة جدا بتسأل بتفرق الكارتون تلبيد النهاردة غليت لا ده كانت مبارح بكذا ازاي تغلق او ما للدولار الناس بقت متابعة دلوقتي الاقتصاد اكتر من المسلسلات خلينا نسأل برضو ايه الادوات اللي فيدي الحكومة يعني انا علشان انا كحكومة اخفض اسعار سلع او شايف ان الاسعار اللي موجودة في السوق دي غير منطقية قياسا بتكلفة الانتاج انا ايه الادوات اللي في ايدي في ظل ان احنا طبيعي عايشين في ظل السوق مفتوح مرتبط بالعرض والطلب في النهاية الموضوع مطروك للتاجر تقريبا بشكل كامل هو اللي بيحدد السعر كل حاجة هل الدولة تقدر تدخل علشان تفرد تسعيرة اجبالية مثلا على سلع معينة لو شافت انها يعني ارتفاع اسعارها غير منطقي احنا بنطالب الدولة انها تتدخل وتعمل لجان فورية لضبط اي تاجر بيتعدى الاسعار اللي المفروض تكون عليها الاسعار احنا فعلا في سوق حر ولكن ما يحدث الان من يعني تظليل بعض الصعوبات فيما تعلق بالدولار وان احنا خلاص الدنيا يعني ضبط يعني الدولار ضبطت دلوقتي يعني اهل اهل داعي لان التجار يعملوا او يعالوا او ما يخفضوش الاسعار ما اتداعي لذلك اذا فلابد من وجود لجان لمتابعة ما حدث طب هو مين اللي بيقول اصلا السعر ده عادل ولا لا يعني تاجر بيقول ان انا مدخلات الانتاج بتاعت كبيرة بدفع اجور كبيرة فبالتالي الرقم ده هو اللي انا شايفه مناسب بالنسبالي لو انا كحكومة بقول لا الرقم ده مش كويس مين اللي يفصل بيننا او مين يحدد اصلا السعر ده عادل ولا لا قبل ما يحصل حتى تدخل وزارة الصناعة والتجارة وزارة التموين الوزارات المعنية بالسلع الاستهلاكية وبالسوق هي اللي ممكن تعمل كده يعني احنا يعني تشكر الحكومة انها زللت المشكلات اللي كانوا بيعانوا منها في الاول وبيقولوا ان احنا دلوقتي مش عارفين يدخل السلع زي السلع المختلفة اللي وقفة في الجمارك يعني عملوا قائمة اعفاءات جمركية لتسهيل دخول السلع دلوقتي فيه جهات لازم ترعب التموين التجارة والصناعة وكذلك دولة رئيس الوزراء بنطلب يعني انه يعني يفاعل لجان لمتابعة هذا مع التجار وإلا احنا كده ما عملناش اي حاجة ووقفنا في النقطة صفر من تاني تمام وضحت الصورة بشكرك شكرا جزيلا كذلك المستهلكين على فكرة نعم وضحت المستهلكين اصبعه اكثر شراسة في الفضل الحقوم هذا الامر سنستمر في متابعاتي لانه يعني هو لغز الحقيقة زي ما نشوف او سامحاك اشارتي الدولار يعلى في نفس اليوم كل السلع تاعة الدولار يرخص تفضل السلع لا تستجيب حتى بعد اسبوعين تقريبا من اللي حصل بشكرك شكرا جزيلا سيد حنان الغزالي نائب رئيس جمعية المواطنون ضد الغلال قال وزير الخارجية سامح شكري ان نصف مليون سوداني دخلوا مصر منذ بدء النزاع واضاف شكري خلال استقباله المبعوث الامريكي الخاص الى السودان توم بيريليو ان مصر حريصة على الحفاظ على تماسك الدولة السودانية ومؤسساتها ونسيجها الاجتماعي من القاهرة نرحب بالاستاذة فاطمة ادريس مدير منظمة تضامن المجلس المصري متعدد الثقافات للاجئين برحب بك يا استاذة يعني خلينا نبدأ بالعدد طبعا بتأكيد هناك تضفقات كبيرة دخلت مصر من السودان خلال الفترة الاخيرة وتحديدا منذ اشتعال النزاع الاخير هل هناك ارقام لديكم قريبة من الارقام اللي اعلنها رئيس الوزراء اليوم مضبوط ان عدد الارقام متزايد وقد يصل اكثر من خمسمائة الف نظرا للانتظار في صفوف مكاتب الامم المتحدة للتسجيل والتي في بياناتها الرسمية تعد الرقم 350 والمتوقع ان يوصل بنهاية اكتوبر الى 550 الف غير المسجلين لدى المفوضية نظرا لبط التسجيلات التي تتم اجراءة التسجيل داخل مكاتب الامم المتحدة فالعدد في تزايد نعم طيب هل هناك تسهيل لدخول اللاجئين السودانيين الى مصر من خلال المنافذ البرية ولا بيكون في اي اشتراطات خاصة قبل العبور الاشتراطات ما زالت قائمة للدخول بشكل رسمي عبر فيز الدخول لتعشير الدخول لبعض الفئات وايضا عبر المعبر وتاخد اكثر من وقت نلاحظ الفترة الاخيرة دخول منظم بشكل كبير بشكل متسلل او تهريب اكثر نظرا للبطء في الحدود فبالتالي هناك حركة كثيرة للدخول دون تسجيل يعني بخلاف الخمسمائة الف اللي بيتكلم عنهم وزير الخارجية احنا بنتكلم على انه فيه اعداد تانية دخلت بشكل غير نظامي عن طريق التهريب غير نظامي صحيح اعداد كثيرة دخلت بشكل غير نظامي طيب واللي بيدخل بشكل غير نظامي بيقدر يوفق اوضاعه ويستخر الأوراق بتاعته بشكل طبيعي يجب الاسراع في توفيق اوضاعه نظرا لانه عدم وجود هوية هو امر شديد خطورة عليه وعلى المجتمع المضيف عليه يجب التحرك بشكل سريع للتوجه لمكاتب الامم المتحدة للتسجيل حتى يخصل على بطاقة طالب لجوء للأسف هذا الاجراء يأخذ بعض الوقت نظرا للتكدس وقلة الكباسيتي لدى مكتب الامم المتحدة لاستيعاب الاعداد الضخمة الموجودة فبالتالي هناك تأخير كبير في تسجيل اللاجين فبالتالي كمان تأخير في الحصول على الخدمات الاساسية والاحتياجات الانسانية الاساسية من المأكل ومشرب وعلاج او مساعدات طبية عاقلة طيب لو حبينا نجمل المشكلات اللي بتواجه اللاجئين وطالب اللجوء السودانيين في مصر بناء على التجربة يعني في الشهور الاخيرة ايه هي يعني ايه ابرز المشاكل اللي محتاجة النظر فيها والوصول فيها لحلول بشكل سريع المشكلات تتعلق بتوفيق الاوضاع والفيز الدخول والاقامة والتي يشترط اساسا الحصول عليها للحصول على الخدمات الاخرى من مكاتب الامم المتحدة قضايا تخص الصحة والعلاج والغزا احنا في تضامن بنحاول نعمل بمجهودات ومبادرات مصرية كثيرة يعني رقم المتأخر الشديد في الاستجابة لحالة الطوارئ للسودانيين ولكن المبادرات المصرية قد قامت وساحمت بعمل جيد طول الفترة الفاترة تلخيصا المشكلات ما زالت قائمة الاحتياج الضروري للاجئين هو الدعم النفسي والدعم العلاجي خاصة الامراض المصابين بالامراض المزمنة وامراض السلطانات وايضا التعليم ومجالة السكن والاعاشة من اكتر المشكلات التي بتواجه اللاجئين وتوفيق الاوضاع بشكل نظامي وهو امر يتطلب مجهود من اطراف كثيرة معنية من جهات مانحة ومن الحكومة ومؤسسة المجتمع المدني جميع الاطراف للتدخل وبسرعة لمساعدة الفارين من الحرب والذين تقطعت لهم السبل من السودان طيب بعيدا عن الدور اللي بتقوم بمكاتب الولايات المتحدة وحتى الدور اللي بتقوم بالحكومة المصرية فيه دور مهم لا يمكن اغفاله لمنظمات المجتمع المدني المصرية اللي بتقدم خدمات مساعدات حتى غذائية وخدمات صحية للسودانيين المتواجدين في مصر كلمينا اكتر عن الدور اللي بتقوم به هذه المنظمات المنظمات بدأت عملها بالتنظيم مجموعات من المتطوعين خاصة تدريب القادمين الجدد حوالينا القوانين الدولية التي تحكم ظروفهم في حالة الهجرة والصراع المسلح الموجود على مستوى السودان منذ 15 ابريل وايضا مجهودات جبارة للحصول على تدريب وتمكين المجموعات المختلفة من المواد الغذائية والسكن والمعلومات المهمة حوالي تأمين اماكنهم بشكل رسمي وتقديم اوراقهم الرسمية من اجل تسهيل قامت اليميع المبادرات المصرية بالتدخلات السريعة على مستوى المحلي ونحن مفخورين انه في تضامن عملنا مبادرة تدعى رمضان كريم وانت كريم للوصول للفئات الاكثر احتياجا من اطفال ونساء وكبار سن ومعاقب طيلة فترة رمضان والتدريبات ما زالت مستمرة لتأهيل مجتمع اللاجئين انفسهم للاستجابة بشكل اسرع في القاهرة اسكندرية اسوان من خلال فتح انشطة التوظيف والتأهيل والتحول للمهني حتى يتمكن من حصوله على بعض الموارد بتساعدهم على تحسين سبول المعيشة في وظائف محلية متاحة في السوق المحلي طيب على صعيب الشعب بقى يعني احنا بنقرأ كتير قصص عن تضامن كبير بيقوم بيه المصريين كافراد يعني مواطنين بقيت حتى عن اي صيغة رسمية او حتى اهلية بشكل عام الى اي مدى فيه ترحيب من جانب المصريين بشكل عام بتواجد السودانيين في مصر وهل فيه اي مشكلات في هذا السياق لا توجد صحيح مشكلات في هذا السياق لانه استقبال الشعب المصر للشعب السوداني في بلد التاني يعني ترحيب كبير من المجتمع المصري علما بان المجتمع المصري الآن يعاني ضغوط اقتصادية كبيرة ولكن تم استيعاب اللاجئين بشكل كويس وتفاهم اوضاعهم ومساعدتهم على فتح بيزنس محلي من مطاعم ومخابز واماكن للبيع واسواق محلية صغيرة موجودة داخل الاحياء في استيعاب كبير وتعاطف بالرغم ان لم يطم التسليط الضوء على الصراع الذي يحدث بالسودان بشكل كبير نظرا للظروف التي تمر بها غزة ولكن الابواب دايما ابدا مفتوحة في مصر ليستيعاب ضيوفنا وحبائنا واشقائنا من السودان اكيد شكرا جزيلا فاطمة ادريس مدير منظمة تضامن المجلس المصري وتعدد الثقافات للاجئين شكرا الله شرع مجلس الشيوك في مناقشة لاستيضاح خطة الحكومة للتواصل واستفادة من المصريين وتحديدا الطلاب المصريين الدارسين في الخارج وقال النائب شريف الجابري مقدم طلب المناقشة ان الدولة تفتقر تماما الى وسائل التواصل الفعال مع هؤلاء الطلاب سواء من خلال البعثات الدولوماسية المنتشرة في انحاء العالم او من خلال وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج رحب من القاهرة بالاستاذ وفاء علي الصحفية المتقصصة في شؤون المصريين في الخارج وفي شؤون وزارة الهجرة برحب بك ياستاذ وفاء يعني خلينا نبدأ بما قاله النائب بان هناك افتقار لوسائل التواصل بين الدولة وبين الطلاب المصريين المتواجدين في الخارج كمسؤولة عاملة في وزارة الهجرة والمصريين في الخارج هل بتتفق مع هذا الرأي ولا لا مساء الخير استاذ تامر الحقيقة انا لا اتفق مع هذا الرأي بشكل كامل لانه كان فيه تواصل ولكن لم يكن بالشكل الكافي ولكن قامت وزارة الهجرة بالتواصل مع كافة معظم الطلاب المتواجدين بالخارج وكان لديها خطة وغرفة عمليات تم تشكلها بشكل عاجل في كافة المناطق التي قامت بها النزاعات وشكلت خطر على حياة الطلاب المصريين بالخارج لم تكن التواصل كافي ولكن ده لأسباب كتير منها انه في بعض الاماكن زي ما حضرتك عارف مفيش فيها انترنت بعد القصف والضمار اللي بيحصل بيكون فيه صعوبة في التواصل مع بعض الطلاب وهنا كان بيكون فيه دور قوي لرؤساء الجاليات وايضا الطلاب من ممثلي مركز ميدسي للحوار الذي انشأته وزارة الهجرة المركز ده فيه 30 شاب وشابة من الطلاب المصريين بالخارج أعضاء وسفراء لهذا المركز وكان لهم دور حيوي جدا في التواصل مع الطلاب وتحديد أماكنهم ونقلهم من مدينة إلى أخرى زي ما حضرتك تعالى ما كانش فيه طيران في بعض الأماكن فتم نقلهم على سبيل المثال في أكرانيا والأزمة الأكرانية الروسية تم نقلهم لدول أخرى دول جوار أخرى ليتم نقلهم بالتعاون مع وزارة الطيران إلى الأراضي المصرية وكل هذا تم بالتواصل مع الجليات وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والتي تواصلت طول الوقت عن طريق أرقام واتساب مفاعلة دائما ما كانت مفتوحة وأيضا إيميلات رسمية وكمان كان بيتم عقد لقاءات بالفيديو بقيد عن مسألة الطلاب اللي هم في أماكن النزاعات لأن ده يبقى في النهاية حوادث مؤقتة أو فترات مؤقتة مش ده الأصلي لكن بشكل عام في الظروف الطبيعية إيه أبرز المشكلات بتقول إنه فيه تواصل دائم هذا التواصل الطلاب المصريين في الخارج بيشوفوا أو بيطلبوا إيه دايما من وزارة الهجرة أو من الدولة بشكل عام علشان تسهل مسألة دراستهم في الخارج الحقيقة أبرز مشكلة بتواجه الطلاب المصريين بالخارج إنه مفيش قاعدة بيانات لهؤلاء الطلاب وده ده الإفجر الأزمة وتم منقشاتها بالأمس في البرلمان ليه ما عندناش قاعدة للبيانات إحنا عندنا 14 مليون مصري بالخارج فلماذا لا يكون هناك إجابة صريحة وواضحة من الجهات الحكومية المسؤولة عن المصريين بالخارج بأعداد هؤلاء الطلاب طبعا لو في قاعدة بالبيانات هيكون فيه سهولة في التعامل معهم وقت الأزمات وأيضا هناك مشاكل تقابلهم في العموم بالشرط في الأزمات فبيكون فيه تسهيل في الإجراءات إحنا ما عندناش قاعدة وافية بطلاب المصريين بالخارج سواء اللي بيسفروا مخصوص عشان يدرسوا في الجامعات الخارجية أو من أبناء المصريين بالخارج اللي بالفعل ولدوا في دول خارج مصر وللأسف الطلاب المصريين بالخارج وجهوا خلال فترة الأزمات الأخيرة كثير من المواقف والعوائق التي قابلتهم بعد عودتهم إلى مصر وكان هذا المشكلة الأكبر وليس فقط مع الظروف القاسية التي مروا بها ولكن عندما يأتون إلى مصر تواجههم مشكلة تسجيل الجامعات المصرية وزارة الهجرة حاولت حل هذا الأمر بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وتربية والتعليم وأيضا بالتنسيق مع كل الجهات المعنية ولكن تبقى هذه المشكلة لأنهم تعرضوا لابتزاز من بعض الجامعات التي بدأت تبتز الطلاب بأنه يتم تسجيل الطالب بشرط أنه يعود سنة إلى الوراء من الأعوام السابقة وهذا كان شرط صعب جدا وبعض الطلاب كانوا قابلوا بهذا الشرط مقابل تسجيلهم بالجامعة وأيضا هناك عدد كبير جدا من الطلاب لم يتم تسجيله بالفعل أو إرسال ما يفيد بأنه تم تسجيله في الجامعة ولهذا كان مطلب أساسي من وزارة الهجرة بالأمس خلال الجلسة أنه يتم تفعيل وسائل التواصل الرسمية الإيميل الرسمي الذي أعلنت عنه الوزارة والذي تستقبل عن طريقه المشاكل الخاصة بالتسجيل ويمكن أنت شرط النقطة مهمة المرتبطة بقاعدة البيانات لأنه طبعا مصرين في الخارج قطاع كبير جدا وفي منهم المهاجرين بشكل نهائي لدول زي أوروبا وأمريكا وفي الموجودين مقيمين بشكل مؤقت في الخليج ودول أغلبهم بيفضلوا في الخليج لحد مثلا مرحلة السنوية وبيعودوا لمصر علشان يلتحقوا بالجامعات فبالتالي فكرة وجود قاعدة بيانات متكاملة بتقول مين عايش في أي دولة ومين المحتمل أنه يرجع على جامعة ممكن تكون في مصلحة الدولة أكتر حتى من مصلحة الطلاب لأنها بتبقى عارفة هي ممكن تحتاج مقاعد دراسية قد إيه هي بتتوقع أن يرجع طلاب عدد قد إيه فإيه اللي بيعارقل أصلا هذه الخطوة أن يكون عندنا قاعدة بيانات أعتقد أن ليس هناك ما يعارقل هذه الخطوة إذا قامت وزارة الهجرة بمناشدة أولياء الأمور الطلاب أو بتنسيق مع وزارة الخارجية بأي طالب يتم تسجيله بالخارج وهناك أوراق بالطبع تطلب منه فلدينا علم بعدد الطلاب ولكن يجب أن يكون هناك حصر شامل لهم وده مش عشان يفيد بس لطالب إحنا كمان هنستفيد عندنا علماء وعندنا دكاترة وعندنا متخصصين كتير جدا بره يقدروا يفيدوا الدولة في المشروعات القومية التي تقوم بها وبحثين وطلبة ماجستير ودكتوراه في تخصصات مهمة طبعا بالطبع ولكن هناك مشكلة أخرى أكبر من هذه المشكلة وهي مشكلة تغير تصنيف الجامعات هناك طلاب وجهوا هذه المشكلة خاصة طلب الطب في الجامعات الروسية والأكرونية أن الطالب بعدما بيتخرج من الجامعة بيتفاجأ أن وزارة التعليم العالي خرجت الجامعة اللي هو فيها من التصنيف بعد ما كانت مصنفة ومعترف بها في الدولة المصرية فيجب على وزارة التعليم العالي أنها لا تغير هذا التصنيف وتعلن بشكل شفاف عن كافة أو على الأقل ما يتمش تغييره بأثر راجعي يعني لو أنا كنت ملتحق بالجامعة وهي معترف بها واتخرجت منها ما لقهاش خرجت على الأقل ما دام دخلت وهي مصنفة يعني لا أدار بأنه وأنا موجود هناك تخرجت من التصنيف نعم نعم سنوات تضيع على الطلاب ومصرفات كبيرة ترهق أهليهم فيجب هذه المشكلة يتم حلها وهذه المشكلة المنوط بها هي وزارة التعليم العالي ولكن المشكلة الأساسية هو أن يتم فعلا التواصل بشكل فعال وصحيح مع كافة طلابنا من المصريين من الخارج حتى تستفاد منهم هذه قوة ناعمة قوة للمصريين بالخارج أيضا أنا أحب أشيد بالمعسكرات اللي كانت ومازالت وزارة الهجرة بتقوم بيها للطلاب في مرحلة قبل الجامعي وأيضا مرحلة التعليم الجامعي تقوم الوزارة بتدشين معسكرات لهم لزيارة الأماكن التاريخية المصرية لزيارة كل المشروعات التي تقوم بها الدولة حضرتك تعلم أن هناك مصريين بالخارج أبنائهم لم يزوروا مصر على الإطلاق وولدوا ببلدان خارجية فيجب زيادة انتماء هؤلاء الطلاب وزيادة أعداد هذه المعسكرات وأيضا التأكيد على تعليمهم والوصول اليوم كمان من خلال السفرات تقريبا كل الدول اللي متوجد فيها أعداد كبيرة من المصريين موجود فيها سفرات مصرية مفروض أنها لتقوم بهذا الدور لخلق هذا الترابط بين الطلاب المصريين في الخارج ووطنهم الأم أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذة وفاء علي الصحفية المتخصصة في شؤون المصريين في الخارج شكرا لك على هذه المشاركة لذلك مشاهدين وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من توقيت مصر بإمكانكم دوما متابعة المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني www.alrabi.com إلى اللقاء اشتركوا في القناة